هي صراحة بدها صفيرة قد مطلعة حلوة ماريتا بدها صفيرة لو ما قلتين قبل انه بدها تتجوز كنا صفرنا بس هلها قلتين واتجوز لا صفروا ما عليش هلو كثير عن جد ما شو طلعة حلوة يو عم تصوفر طب يلا صوفروا طب انتو شفتوا ماريتا هلق وصوفروا لانشه ماريتا انت سمعين ايها لايب لا 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 صفيرة 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 يحثون بالستوديو هوق هايلك جيد ماريتا اليوم عم بتصوري مسلسل بيرلا الرمضاني إلى جانب المثل جو صادر وهو من إنتاج ماروك شو فيك تخبرنا على المسلسل قدي فيك تخبرنا على المسلسل عم نثوري صرنا بنصو وإن شاء الله بنعرض خلال شهر رمضان وشو في نخبرك عنه يعني المشكلة أنه أوقات شركة الإنتاج هي اللي بتكون بدأ تعلن عن هالنفق أوقات ما فينا نفوت بالتفاصيل يمكن بكير بعد كمان نحكي بس أنه مسلسل دورة كمان ما بيشبه الأشياء اللي قدمتها قبل والشخصية عفوية ما فيك تحكي عنها ما فيك كتير أحكي عنها بس عرفنا كل شيء أنا بالنسبة لقلي حق هو مثلثة درامي بقدير إليك فيه إشياء مهضومة فيه نحفات هيك مهضومة كمان على كل حال نحنا بانتظار هالمسلسل لحتى نتابعك ماريتا وبيقلك أنه يعني عن جد من أول ظهورك لفت النظر وكنت كتير طبيعية يعني من عشرين عشرين وبالرايح نحنا كمان بانتظار نشوفك بمسلسل نزيف إلى جانب الممثل إسماعيل تمر انتيج جولد فيلم وهو عبارة عن قصة حب وأكشن ورح تغني فيه صرنا زمين ما شفنا مسلسلات أو أفلام فيها غنى قبل كان فيه أكثر لبنانيا كان فيه وعربية هو ما أنه ميوزيكل بس بقلب المسلسل فيه مشاهد رح كنا عم هنا فيها بس أنه هو مسلسل درامي واسمعيك من رابرة ماريتا مين أقصى عاصي أو كولات كولات مين نكجة أكثر عاصي أو كولات نيناتون كولات مهضومة كولات كتير مين تشبه أكثر عاصي أو كولات بالشكل أكثر أمي بالطبع بيا على كل حال من مين ما أخذتك سباني لأنتيناتون حلوية مين بيله أطول عاصي أو كولات عاصي مين أكرم عاصي أو كولات بيا أكثر يعني ما كتير بيحسوا بأنه أمي بتنتبه أكتر يعني بتدير أكتر مين بحب النوم أكتر عاصي ما تزدني في نايم عاصي لا أسمي للفنانين لأنه بيشتغلوا بالليل بيشتغلوا بالليل هذا كمان يعودوا نصيحة منك لعاصي ونصيحة لكولات نصيحة لأمي أنه ما تنام كثير ما تنام كثير ما تنام كثير يعني تحمل همنا كلنا وأوقات تعتل هم زيادة عن زوم يعني أساس بتكون ما بدا هالقد أنه عن محبة يعني وخوف علي خوف الله يحمي لبايا بنصح هو أنه يعبر أكتر عن مشاعره أو يقلنا أكتر يعني بيكون فيه موضوع يمكن كتير مهم مثلا عم نحكي بتحس بايا أنه عم يتسمع أكتر ما عمي بيسمع أكتر ما بيحكي وأوقات هو بيستحى الله يخلي لك إياه دمو فوراكي